زي ما هنستعرض دلوقتي مباريات النادي الاهلي في 2021 النادي الاهلي في 2021 لعب 60 مباراة أجمع 60 مباراة ما بين مباراة قرية ودولية وخارج مصر وفوطول الكأس العالم أندية 60 مباراة كان الفوز في 38 مباراة والتعادل في 18 مباراة والهزيمة في 4 مباراة فقط لغير النادي الاهلي سجل رقم كياسي في 2021 120 هدف ده أكبر رقم سجله النادي الاهلي في سنة ميلادية من 1 يناير 2021 ل31 ديسمبر 47 هدف تلقاهم النادي الاهلي في هذا العام 26 مباراة من الستين كان شباك النادي الاهلي نظيفة توزيع طبعا المباراة كاسي عام لاندية لعبنا 3 مباراة فوزنا مباراة اتعدلنا مباراة خسرنا مباراة السوبر المصري لعبنا مباراة التعادل كان مباراة لأنها انتهت برقلات الترجيح السوبر الأفريقي لعبنا 2 واحدة فوز واحدة تعادل لأن التانية كانت برقلات الترجيح في دور الأبطال لعبنا 14 مباراة فوزنا 9 اتعدلنا 4 خسرنا هزيمة واحدة فقط لغير أمام سنبا التنزاني خارج الملعب وفي كاس مصر لعبنا 2 فوزنا الـ 2 وفي الدور لعبنا 38 مباراة فوزنا 25 اتعدلنا 11 واخسرنا 2 فقط أمام سموحة وأمام غزل المحلة وسجلنا 81 هدف استقبلنا 35 حفظنا على انضافة الشباك 13 مباراة دي كانت لقطات للنادي الآلي فارس خلال عام 2021 الناس بتتكلم عن فكرة الأهداف النادي الآلي سجل 120 هدفه ده رقم قياسي للنادي الآلي في سنة ميلادية تلقى هزيمتين فقط لغير في البطولة المحلية ومع ذلك لم يحلفوا الحظ ان هو يحق بطولة الدوري ولكن تم تتويج النادي الآلي على مدار السنة في أربع محطات مهمة جدا أنا حابب بس أرجع للبطولة العشرة لأن أنا حايز أقول ان دي أغلى البطولات عندي خلال الموسم أو خلال السنة الميلادية حابب كمان أقول ان البطولة دي لم تحظى بالتقدير الكافي من الآلوية ربما نتيجة سهولة مباراة النهائي نسبيا ولكن مشوار البطولة نفسه ما كانش سهل أنا بشوف ان البطولة دي انت وصلت بعض الفرق الأخرى في إفريقيا اللي ما خدتش البطولة لمدة عشرين سنة أو اللي خرجت من دور المجموعات ان هي تشوف البطولة سهلة هو مش شايف البطولة سهلة هو شايف ان الأهلي في حقيقة الأمر هو اللي سهل البطولة على نفسه إنما بالنسبة له هي تظل البطولة معادلة صعبة جدا البطولة العشرة تحديدا فيه تفاصيل كتير فيها احنا لو نرجع للاحظة فيتا كلاب أو بعد مباراة سيمبا اللي كان لسا وسامة بيقول عليها هنفتكر إن لا كنا بنعيش لحظات صعبة فرصة إن انت دايما بحب لحظة التحقق غير لحظة التشكق بمعنى إن انت حققت البطولة على حساب الزمالك قبلها ممكن تعتبر إن دي لحظة استثنائية في تاريخ الجيل ده عشان تيجي البطولة اللي بعدها تسأر من سانداونز للمرة التانية ويقول الشوالق يلا يوم تبعثون ثم بعد كده الترجل اللي كان ليه عندنا حاجة أيضا بتقدر تعوضها وتخرجه من نصف النهائي وفي النهاية بتحقق البطولة للمرة التانية وبتأكد إنك قدام جيل استثنائي عشان كده بقول إن البطولة دي لازم تقد حقاها بأنها فعلا بينت إن البطولة سهلة بس سهلة بالنسبة للنادي الأهلي بعقليته عشان كده أعتقد إن البطولة دي تحتاج مننا إن احنا نعيد النظر أكدت على هوية النادي الأهلي يا فارس وفكرة إن النادي الأهلي هو نادي يعني حقيقة الطموح والمجد هو صنعة في النادي الأهلي ودي كانت مهمة جدا لأن البطولة عشان بالنسبة لي برضو لها أهمية ولكن وإنت بتتكلم أنا وقفت عند عمر الصلاة اللي قال الناس شافت لنفس المباراة سهلة لأن النادي الأهلي هو اللي سهلها على نفسه وده كان حقيقي وعندنا عمر الصلاة وحمدي فتح تحديدا في وسط الملعب يعني قدموا أداء كبير جدا مع آليو دينجو وباقي اللاعبين لكن في البطولة الأخيرة كان فيه يعني لقطة ما وقفناش عندها خالص يمكن هي كتمنها كان الجامل مدرج فما شفناش بشكل كافي وهي لقطة الحمدي فتحي حمدي فتحي وطاهر بيسجل هدف في الديه التسعين في الديه التسعين جميع لعاب النادي الأهلي بتحتفل إلا حمدي فتحي رايح في مكان تاني خالص رايح يجيب الكرة من الشبكة وعمال بيستدعي لعاب النادي الأهلي من أجل تسجيل هدف تاني أنا يمكن اللقطة دي ما نقلتهاش يعني الشاشات ولكن تم نقلها عن طريق بعض الفيديوهات من أشخاص أو جامهير كانوا موجين في المدرجات فحابب أقول هي دي عقلية النادي الأهلي اللي وصلتنا أننا نحقق العشرة ونحقق الصبر التاني على التوالي ومخلينا دلوقتي وإحنا بنبتدي 2022 نحلم أننا نحصل على كأس العلم أندية ونحقق البطولة الحداشر والثالثة على التوالي إن شاء الله جيل كامل أصبح متشرب تماما لعقلية النادي الأهلي اللعبة من أجل البطولات والتتويج بيجيب تتويج وفيه حاجة كمان خلينا نكون منطقيين يعني أنت عندك خسارة الدوري كان لها تأثيرها السلبي ودي من اللحظات السلبية في 2021 عشان نكون صادقين ولكن كمان أنت ما كنتش هتقدر تتجاوز اللحظة دي إلا لو أنت كنت محقق دوري أبطال أفريقيا إدى الفريق دفع أن دي مجرد كاب ووارد تحصل إدى المدير الفني ثقة أنه هو يقدر يكمل ويواصل أفكاره وأحلامه قامش بتقيم بالبطولة ولا المشهد ولكن في النهاية كان مهم جدا أن ما يبقاش لأ عندك ضرر أكبر من بطولة الدوري فعشان كده العشرة برضو كانت مهمة في تثبيت شخصية الجيل ده زي ما وساما قال لكم